قررت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما عبر استئناف عمل استفارة الإماراتية في الدوحة وستفارة قطر لدى أبو ضبي وقنصلياتها في دبي حسب ما ذكرت وكالة الألباء الإماراتية الوكالة أوضحت أنه انطلاقا من اتفاق العلا وحرصا من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائية تعلن الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما وذلك باستئناف سفارة دولة الإمارات في الدوحة وسفارة دولة قطر في أبو ضبي وقنصلياتهما في دبي مزاولة أعمالها يوم الاثنين وتابعت أن الجانبين يؤكدان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المسترك بما يحقق تطلعات الشعبين وكان قادة مجلس الدول التعاون الخليجي قد وقع في يناير سنة 2021 في السعودية عقب القمة الخليجية الحادية والأربعين بيان العلا الذي ساهم في إنهاء أزمة خليجية امتدت لأكثر من ثلاث سنوات